موسيقى مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من حصاد الصحف نستهل حلقتنا اليوم من المساء التي ورد بها أن السلطات بمدينة تنجا تستبق الخطر وتفرض تدابير احترازية جديدة للوقاية من كورونا مع اقتراب فصل الشتاء بحيث قررت إغلاق المحلات التجارية والمقاهي على ساعة العاشرة ليلا والمطاعم على ساعة الحدية عشرة ليلا كما قررت تشديد المراقبة على مداخل المدينة أيام العطل المدرسية وعطلة عيد المولد النبوي للحد من تنقل مكثف للمواطنين منها وإليها وقد اتخذ قرار تعجيل موعد إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بشكل احترازي ليس إلا استعداداً للموسم الشتوي الذي يعرف ارتفاع حالات الإصابة بالأنفلوانزة الموسمية وبالتالي تفادي تفشي وباء كورونا مع المساء دائماً وورد بها أن مختبراً طبياً خاصاً بحي الرياض بالعاصمة الرباط أجرى على مدى أربعة أشهر أزيد من عشرين ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا دون أن يتوفر على ترخيص ودون أن تنتبه وزارة الصحة إلى ذلك وهو ما يعني حسب مصادر الجريد أن المختبر لم يصرح بالحالات الإيجابية لأن المختبرات التي تتوفر على الرخص هي وحدها التي بإمكانها الولوج إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالتصريح بالحالات الإيجابية ووقفت اللجنة التي كلفت بإجراء تفتيش للمختبر على اختلالات عدة منها عدم توفر المختبر على مسار يفصل بين المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس وغيرهم وغياب تدامير الوقاية من كورونا إلى الأحداث المغربية التي نشرت أن الشريكة الصينية للمغرب سينوفارم وعد بتقديم عشرة ملايين جرعة للمغرب في شهر دجنبل المقبل مريدة أن توريد الكمية المتفق عليها سيتم في ظروف تخزين قاسية وفي درجات حرارة منخفضة للغاية مما سيفرض قيوداً لجستية على النقل والتخزين حتى تبدأ عملية تلقيح المواطنين في ظروف جيدة وحسب الورقية ذاتها فإن الحصول على عشرة ملايين جرعة يعني تطعيم خمسة ملايين مواطن فقط على أساس أن اللقاح الصيني تقليدي مكون من جرعتين يتم أخذ الحقنة الثانية بعد واحد وعشرين يوماً من التطعيم الأول على غرار العديد من اللقاحات التقليدية الأخرى خصصت الصحف الدولية حيزاً كبيراً للحديث عن افتتاح دولة الإمارات العربية المتحدة أول قنصلية عربية في مدينة العيون بالصحراء المغربية وذلك في سياق الدينامية المتجددة التي يعرفها الملف خلال الأيام الأخيرة صحيفة البيان تحدثت عن هذا القرار التاريخي للإمارات العربية المتحدة والذي جاء عقب الاتصال الهاتفي الذي أجره الملك محمد السادس مع الشيخ محمد بن زيد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات والذي يعتبر أن خطوة فتح قنصلية عامة بمدينة العيون هي تجسيد لموقف الإمارات العربية الثابت مع المملكة المغربية في قضاياها في المحافل الإقليمية والدولية ننتقل إلى صحيفة لفيجارو التي تقول بعد أقل من أسبوعين من مأساة في كونفلان أسفر هجوم بسكين جديد في نيس عن مقتل ثلاثة أشخاص هجوم وحشي وصفته بالإسلاموي ورئيس الدولة يدعو للوحدة ويعد بالصمود وعدم الاستسلام لروح الانقسام وتضيف الصحيفة وفقا لآخر عناصر التحقيق التي كشف عنها المدعي العام جون فرانسوار غير فقد أوضحت كاميرات المراقبة دخول الإرهابي محطة قطار نيس في الساعة السادسة وسبع وأربعين دقيقة صباحا وللتمويه قام بتغيير حذائه وسطرته قبل أن يدخل في ساعة الثامنة وتسع وعشرين دقيقة إلى كاتدرائية نتخدام في نيس الإرهابي كان يحمل مصحفا وهاتفين وثلاثة سككين ليهاجم المصلين الذين تجمعوا قبل أيام قليلة من العيد الكاثوليكي لجميع القديسين في الأول من ونبر حيث طعن وقتل خادم الكنيسة وقطع رأس امرأة وطعن أيضا امرأة أخرى تمكنت من الفرار إلى مقهى قريب قبل أن تلفذ أنفاسها الأخير أما صحيفة العرب فتناولت الموضوع أيضا بمقال تحت عنوان طفح الكيلو من دفع مسلمي فرنسا إلى هذه المواجهة تقول الصحيفة إن الجالية المسلمة تجد نفسها في وضع صعب ومعقد بسبب معركة لم تكن طرفا في إيقادها ويتخوف المسلمون من استثمار هذه الأزمات ضدهم من قبل اليمين الفرنسي الذي دأب على المطالبة برد المهاجرين إلى البلدان التي جاءوا منها في موضوع آخر تحدثت صحيفة رأي اليوم نقلا عن نيويورك تايمز قولها إن استراتيجية جو بايدن هي الظهور كديمقراطي عام تقول نيويورك تايمز إنه مع دخولنا الأيام الأخيرة من الحملة الرئاسية الأمريكية يزخل الحزب الديمقراطي بالطاقة الانتخابية لكن يبدو أن القليل جدا من هذه الطاقة يأتي من المرشح الديمقراطي جو بايدن وأكدت مسارات رحلات المتناقضة للمرشحين منهجهم المتباينة تجاه الصحة والسلامة وسط جائحة فيروس كورونا ومع ذلك فإن الواقع هو أن الجدول الزمني الخفيفة للظهور العام لبايدن كان كذلك أحد المبادئ الأساسية لاستراتيجية حملته ترهن حملة بايدن إذن حسبان يوريك تايمز على أنها يمكن أن تفوز من خلال إعطاء الرئيس ترامب بالضبط ما يريده وهو الهيمنة على نشرات الأخبار مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحصاد نلتقي نهاية الأسبوع القادم إلى اللقاء